بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي طلاب الصف الثاني عشر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد فيسعدني أن أقدم لكم اليوم درس البلاغة الاستعارة المكنية بعد أن نتفهم المجاز الحقيقة والمجاز لنعرف كلمة الحقيقة والمجاز أي أن الكلمة تستخدم في معناها الحقيقي أو تستخدم مجازا في معنى آخر نقرأ الأمثلة المثال الأول ألقى الشاعر قصيدة من أجمل أعماله الأدبية لاحظ أن كلمة قصيدة هي فعلا قصيدة العمل الذي قام به هو إلقاء قصيدة لكن لو قلنا هذه الجملة بصورة أخرى ألقى الشاعر درة من أجمل أعماله الأدبية هنا لم نقل قصيدة وإنما قلنا درة إذن هنا كلمة درة لا تعني القصيدة إذن كلمة درة استخدمت في معنى غير معناها فهنا يسمى هذا الاستخدام مجازي للدلالة على القصيدة أي أن القصيدة تشبه الدرة أما كلمة درة فلا تعني لكلمة قصيدة هذا القصيدة حقيقة بينما كلمة درة مجازا استخدمت في معنى القصيدة هو لم يلقي درة ونحن نعمل درة وهي الشيء الثمين الغالي وإنما ألقى قصيدة تشبه الدرة نأخذ المثال الثاني استمعنا إلى كلمة معبرة عن معنى التضحية والفداء على معنى التضحية والفداء آسف الكلمة التضحية والفداء نحن استمعنا إلى كلمة كلمة ليست كلمة واحدة أننا حين نطلق كلمة لا نقصد بها الكلمة الواحدة لن يقول مثلا كلمة تضحية وإنما هو سيقول كلاما في المثال الثاني يقول استمعنا إلى خطبة معبرة عن معنى التضحية والفداء إذن كلمة خطبة استعملت في معناها الحقيقي بينما كلمة كلمة لم تستخدم في معناها الحقيقي هو لم يلقي كلمة واحدة وإنما ألقى مجموعة من الكلمات تسمى الخطبة وهذا ما يقول عنه المجاز نستنتج أن الحقيقة هو استخدام اللفظ للمعنى الذي وضع له في أصل اللغة اللي هو المعنى المعجمي أما المجاز فهو أن تستخدم اللفظ غير ما وضع له في أصل اللغة لوجود علاقة بين المعنى الأصلي والمعنى المجازي وهو على نوعي المجاز على نوعي إما استعارة بنوعيها المكنية والتصريحية وتكون هنا العلاقة مشابهة هي علاقة المشابهة هي العلاقة المانعة من إفادة المعنى الحقيقي فيه أما المجازي المرسل فتكون العلاقة هي العلاقة المانعة عن إفادة المعنى الحقيقي غير المشابه كعلاقة الجزئية نضرب لذلك المثال وقالت الأرض لما تساءلت يا أم هل تكرهين البشر قالت الأرض الأرض لا تقول وإنما الذي يقول هنا الإنسان إذا المشابهة هي العلاقة المانعة في إفادة المعنى الحقيقي أي أن الأرض لا تقول أما حينما نقول يد الله فوق يد الله فوق أيديهم يد الله الله ليست له يد ولكن المقصود هنا القوة فهنا العلاقة المانعة من إفادة المعنى الحقيقي إنها غير مشابهة قوة الله واليد ليست فيه بينهم مشابه وإنما أن القوة سببها اليد فالعلاقة هنا جزئية إذن هذا الفرق بين الحقيقة والمجاز نأخذ الآن السعارة المكنية نقرأ قال تعالى والصبح إذا تنفس والصبح إذا تنفس لاحظ كلمة الصبح تنفس هل هنا الصبح يتنفس من الذي يتنفس هو الكائن الحي إذن هنا شبه الصبح بكائن حي يتنفس إذا المشبه الصبح المشبه به الكائن الحي طب أين الكائن الحي الكائن الحي محذوب طب كيف عرفنا أنه الكائن الحي حينما قلنا تنفس لأن التنفس هي صفة نازمة من صفات الكائن الحي إذن هنا أثبت المشبه وحذف المشبه به لكن كيف عرفنا المشبه به من خلال لازم من لوازمه أو صفة من صفاته وهي تنفس فهذا ما نسميه الاستعارة المكنية هي علاقة مشابهة طيب قال أبو ذعيب الهدلي وإذا المنية أنشبت أظفارها الفيت كل تميمة لا تنفع المني الموت إذا الموت أصاب الإنسان لا ينفع معه أي شيء لأن الموت موت المصيبة مصيبة لكن لاحظ هنا التشبيه وإذا المنية أنشبت أظفارها الذي له ظفره الحيوان إذن هنا شبه المنية بحيوان مفترس له أظفار شبه المنية بحيوان مفترس له أظفار أين المشبه به غير موجود المشبه به غير موجود إذن إذن هنا نقول عنها استعارة نعود ابناء العزاء بني الإسلام بني الإسلام على خمس صفة من صفاته وهي بنية على سبيل السعارة المكنية لأن الإسلام لا يبنى وإنما يقام الإسلام إذن شبه الإسلام ببناء أو شبه الإسلام بمكان يبنى فيه يبنى المثال الرابع المثال الرابع قال عمر أبو ريشة في القدس وقف التاريخ في محرابها وقفة المرتج في المضطرب لاحظ هنا وقف التاريخ في المحراب الذي يقف في المحراب هو الإنسان ليس التاريخ إذن شبه التاريخ بكائن حي أو بإنسان يقف في المحراب والذي يرتجف هو الإنسان إذن استعارة للتاريخ صفة من صفات الإنسان فهي استعارة مكنية إذن الاستعارة هو نوع من المجالس يقوم على علاقة المشابهة بين شيئين محذوف فيها أحد طرفي التشبيه ولنعرف أن طرفات التشبيه هما المشبه والمشبه به فإذا حذف المشبه به فهي استعارة مكنية كما ظهر عندنا في الأمثلة وأما الاستعارة التصريحية فهي أن يحذف المشبه ويصرح بالمشبه به الاستعارة المكنية هي تشبيه حذف منه المشبه به وأشير إليه بشيء من لوازمه بلاغة الاستعارة تمثل أنها تقرب الصورة فائدة الاستعارة تقرب الصورة من ذهن السامع أو الذهن المتلقي وتترك أثراً في هذا المستمع أو المتلقي نحاول أن نتدرب على بعض الأسئلة اختر الإجابة الصحية في ماني ما المصطلح البلاغي الذي يطلق على التشبيه المحذوف أحد الطرفين هل هو التشبيه البريغ أم الحقيقة أم الاستعارة أم التشبيه تمثيلي نعم هو الاستعارة أي من الكلمات من كلمات البيت الشعر الآتي تعد استعارة والبحر كم سألته فتضاحكت أمواجه من صوت المتقطع تضاحكت ولا صوتي ولا المتقطع ولا الأمواج تضاحكت لا الأمواج التدريب الذي يلي أو السؤال الذي يلي أي العبارة أو البيت الشعر الآتي تعد مثالا على الاستعارة المكنية يحدثنا التاريخ الفلسطيني عن أمجاد أمتنا وأبطالنا فنشعر بالفخر والاعتزاز يحدثنا التاريخ هل التاريخ يحدث لسأل الذي يحدث إذن هذه استعارة مكنية يقول أبو فراس تهون علينا في المعالي نفوسنا ومن يخطب الحسناء ومن يخطب الحسناء لم يغله المر هل فيها استعارة شوف لا أما في البيت الثالث وما أنا منهم بالعيش فيهم ولكن ما عدين الذهب الرغام إذن هنا في استعارة فإنك شمس والملوك كواكب إذا طلعت لم يبدو من هنا كواكبه هنا في تشبيه تمثيل كما درسناه من قبل وليس فيها استعارة أما إجراء الاستعارة فهو يحتاج إلى أن نعرف المشبه والمشبه بي وطني يعلمني حديد سلاسلي عنفة نسوري ورقة المتفائلة شبه الشعر هنا بإنسان أو الوطن شبه الوطن بإنسان يعلم فحذف المشبه بي وأبقى على شيء من لوازمة أو صفة من صفاته أو لازم من لوازمة هو يعلمني على سبيل الاستعارة المكنية هكذا نشرح الاستعارة المكنية أو هكذا نجري الاستعارة المكنية حينما يطلب منك إجراء الاستعارة بهذه الصورة تجريها قال الحجاج في إحدى خطبه إني أرى رؤوسا قد أينعت وحان قطافها وإني لصاحبها الحجاج ابن يوسف الثقافي قال هذه القصيدة في أهل الكوفة إني أرى رؤوسا قد أينعت الرؤوس تينع هي الذي ينعه الفواكه والثمار وحان قطافها وإني لصاحبها شبه الإجراء شبه شاعر الرؤوس التي انفجرت للثورة بشجر مونع فحذف المشبه به وأبقى على شيء من لوازمه أينعت على سبيل الاستعارة المكنية وقال دعبل الخزاعي لا تعجبي يا سلم من رجل ضحك المشيب برأسه فبكى أصبح رجوزا رجلا كبيرا في السن الاستعارة في ضحك المشيب المشيب لا يضحك وإنما الذي يضحك هو الإنسان إذا شبه شاعر الشيب بإنسان يضحك فحذف المشبه به وأبقى على شيء من لوازمه اللي هو ضحك على سبيل السعارة المكنية أما المتوكل طاها فواصف القدسة هنا القباب على الآفاق ساجدة بتبرها وهناك الموج بالماسي هنا الشبابيك والحناء في يدها يضوع السهل من عكا لطوباسي الاستعارة شبه الشاعر القباب بإنسان يسجد فحذف المشبه به وأبقى على شيء من لوازمه اللي يساجد على سبيل الاستعارة المكنية كما شبه الشبابي بمرأة أو بفتاة لها يد تضع الحناء فيها فحذف المشبه به وأبقى على صفة من صفاته على سبيل الاستعارة المكنية نجعل التشبيه الآية استعارة المكنية ونغير ما يرزب العلماء كما صبيح الدجا كما صبيح الدجا في الهداية نجعله السعارة مكنية نجعله السعارة مكنية المثال العلماء ينيرون الدجا العلماء ينيرون الدجا أما الكلمات الآتية نستخدمها في استعارات مكنية نقول كلمة سماء تبكي السماء محل بالأرض مدرسة فتحت المدرسة الذراعيها المدرسة لا تفتح ذراعيها وإنما هي الإنسان سيف حرم السيف تهاؤنه مع العدو كتاب زواد الكتاب بمعلومات جديدة تاريخ قص التاريخ علينا بطولات الأجداد وهكذا ابناء العزاء انتهى درس الاستعارة المكنية أرجو أن نكون قد وفقنا في تقديمه لكم وفهمتموه جيدا أتمنى لكم التوفير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة